أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر للعام 2021-2022 ذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية العام الثالث على التوالي بهذا في توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام الملي 21-2022 ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030 وأضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسعيد أن خطة المواطن تتبنى من هاجية البرامج والأداء والتخطيط المبني على الأدلة وتقدم معلومات مفصلة عن أهم المشروعات التنموية على مستوى كافة المحافظات